فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان الإنسان لابساً للخفين ومسح عليهما ثم خلعهما وهو ما زال على طهارة فهي يجوز له أن يصلي لا تبطل الطهارة لأنه أزال الممسوح وظهرت الرجل فيجب غسلها لأن العذر زال وهو البقاء نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العندة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر